هذا الاجتماع أهم شيء يركز عليه طبعاً الاجتماع هذا كان الهدف منه إظهار قوة نايتو وهو يواجه حرب ساقنة مع روسيا واضطرابات شديدة مع الصين ومع كوريا الشمالية ومع إيران وفي أماكن أخرى هناك انزعاج منه خاصة في البرازيل مثلاً وفي أماكن أخرى فكان باش يظهر الوحدة التاع ويظهر القوة التاع وخاصة في مواجهة بوتين خاصة وكان ذلك لكن الروس خرج ميد فيديف وهو دائماً مكلف بالخطابات النارية اللي يكلف بها بوتين وقال بعد ما قال النايتو بأن أوكرانيا ستنضم للنايتو آجلاً أو عاجلاً قال النايتو خرج خطوة غير مسبوقة وهذه هي واحدة من المشاكل الكبرى اللي كانت مع بوتين قبل الحرب أن أوكرانيا لا تنضم لا الاتحاد الأوروبي ولا النايتو الآن رهي ماشية في مسار الانضمام الاتحاد الأوروبي وظلوا حتى الشهر الماضي يقولوا النايتو لا لن تنضم للنايتو سنرى لأن هذا سيزعج الروس مشاكل يؤدي قد يدفع بالروس إلى استفزاز رهيب إلى آخره إلى هذا الاجتماع في هذا الاجتماع تخذ قرار والقرار ما هو أن أوكرانيا ستنضم للنايتو في قادم الأيام قد تطول وقد تقصر هذه الأيام حسب ظروفهم وحسب ظروف الحرب لكن قالوا خلاص المسار لا رجعت فيه irreversible بمعنى أن أوكرانيا ستصبح يوماً ما عضو في النايتو هذا مسار لا رجعت فيه طبعاً هذا أغضب غضب شديد الروس هذا صراحة والروس هنا محقياً هذا الشبه إعلان حرب لأن ما معناه يعني لم يكتفي النايتو بتقديم كل المساعدات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وفي هذا قد يجد كثيرين يجدوا باللي هنا روسيا هي اللي غزت أوكرانيا وهذا رم يساعد فيها للدفاع عن أراضيها منطق قد يقبله البعض وقد لا يقبله البعض قد يسانده البعض وقد يعارضه البعض لكن أن يضموا أوكرانيا للنايتو هذا معناها بالنسبة للروس مزيد من الحصار هو أصلاً الروس تخلي أوكرانيا بزعم حتى لا تنضم لاتحاد الأوروبي والنايتو وكان هذا في التفكير ما كانش في الأفعال فقال باش يقطع عليهم الطريق الآن إذا مضى الموضوع وهما قالوا وطبعاً لما يقرروا هذه الأشياء في الغالب يمشوا فيها يعني تصبح سياسة وهما لماذا سارعوا؟ لأنهم خايفين من ترامب يجي ويمنع هذه الأشياء فاتخذوا القرار قالوا لا رجعة عنه قالوا لا رجعة عنه وهو أن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف الأطلسي بمعنى أن الخوف من مجيء ترامب أدى بهم إلى التسريع بما صار كانوا مجلينوا وكانوا يشوفوا بأن انضمام أوكرانيا قد يزيد يوطر العلاقات مع روسيا وهم لم يكنوا يريدون مزيد من توطر العلاقات المهم الروس خرج ميدفيدف ودارت خطاب ناري وقال أنه قبل أن يصلوا إلى ذلك الوقت فإنه يتمنى أنها تختفي أوكرانيا لا تكون شكاينة أوكرانيا بمعنى أن روسيا تكون كلاتها كلها وسيطة عليها كلها وبالتالي لا يجد النيتو ما يضم إلى الحلف بل بالعكس يجد روسيا على حدوده على حدود بولندا ودول أخرى أما وزاد ميدفيدف بشي يستفزهم أكثر أو بشي يرد على الاستفزاز قال لهم أو يختفي النيتو فلما يختفي النيتو أوكرانيا ما تلقاش معا من تنظم النيتو هو كله اختفى والروس رهما معولين على ترامب في هذه النقطة ترامب ما هوش مليح مع النيتو إطلاقا يعني قال وأتمنى أن يحدث الاثنين أن أوكرانيا تختفي بمعنى أن روسيا تحتل أوكرانيا ويختفي النيتو أيضا كان رد فيه كثير أيضا من التحدي بعد قرار شديد الاستفزاز وأنا من الذين يعتبرون أن هذا القرار هو أحد المؤشرات المتصاعدة على إمكانية حرب عالمية ثالثة لأن بالنسبة للروس وجدوا نفوسهم الآن في وضع سيء جدا صحيح روسيا وضحها الآن أفضل بكثير من العاملي فات العاملي فات هذا الوقت ما زالت روسيا رهي غارقة في الهجوم الأوكراني وراهي متحسبة له وكانت ما زال بريغوجين موجود والخلافات وكان قبلها بأسبوعين مثل العام الماضي هذا الوقت قبل الأسبوعين أو ثلاث أسابيع كان بشيدين انقلاب في موسكو إلى آخر كان في وضع سيء وكانت خسرة الكثير وكانت تدافع على المناطق التي احتلتها وعاودت خسرت منها مناطق أخرى إلى آخره أما الآن في الحقيقة روسيا لا استرجعت كثير من قوتها ومرة أخرى يعود ذلك إلى طفل الأقصى هذا حقائق هذه حقائق رهي تكتبها كبريات المواقع والمجلات الغربية يقولوا بأن انتبهنا رحنا إلى إسرائيل وتخلينا إلى حد كبير على أوكرانيا وأن الجهد الغربي أصبح لموجه إلى أوكرانيا أقل من اللي كان موجه إلى إسرائيل وهذه الحقيقة ثلاث أربع ما يجري في العالم والحديث وعلى غزة وليس على أوكرانيا ناهيك على المسؤولين الغربية فها في الحقيقة بوتين يشفعله وكي نمثل عندنا في الجزائر يقول لك يحرز محرز يا تونس ومحرز هذا ولي صالح يقولوا دائما بأنه محرز حما تونس من لقى نحن اللي همنا فيه يحرز محرز يا بوتين يحرز محرز يحرز غزة يا بوتين اللي وطفان الأقصى اللي وجه الجهود الغربية كلها في اتجاه صهاينة لأنهم شعروا بأنهم في ربما في خطر وجودي وهذا أهلك ومكنك باش تسترجع قواك ونفسك في أوكرانيا وتصبح أنت المهاجم وبالفعل راهو يسترجع أراضي وزاد أراضي حتى الأخرى واللي يزاد أيضا في الحقيقة إضافة إلى غزة اللي يزاد ساعد بوتين هو أن الغرب استمر في الهجوم على الصين والصين شايف الغرب غارق في حربين حرب أوكرانيا وحرب غزة فقالت ما دمركم تهاجموا فيها خلوني نزيد نتعم الروس ولذلك في هذا اللقاء نتعل حلف النيتو شنوا هجوم كبير على الصين يعني لم يسبق للنيتو أن تحدث بلغة خشنة في مواجهة الصين وقال بأن الصين الآن رأينا أدلة أنها قدمت خدمات كبيرة جدا لروسيا ورأي تدعم فيها في السر إلى درجة وهذا أخافهم إلى درجة أن روسيا فتحت للصين بلا روسيا روسيا البيضاء طبعا روسيا البيضاء هي تابع هي تابع إلى إلى بوتين يعني على أساس أنها دولة مستقلة لكنها تابعة تماما إلى بوتين فما فتحش بوتين ما فتحش روسيا لكن فتح بيلاروسيا فتح لمناورات كبيرة جدا للصينيين وجابهم بيلاروسيا بيلاروسيا وين؟ على حدود بولندا يعني على حدود الحلف الأطلسي وهذا أعطى لي الصين فرصة أن تهدد الحلف الأطلسي لأول مرة الصين تهدد الحلف الأطلسي على حدوده على حدوده الأوروبية ففيها فائدة للروس وفيها فائدة للصين الروس يتلقى هنا الدعم الصيني والسلاح والتجارة وأشياء أخرى كثيرة والتكنولوجيا والروس يفتحون أراضي تابعة لهم وهي أراضي بيلاروسيا دولة بيلاروسيا وربما في المستقبل نحن يقول للغرب أننا ممكن نجيب الروس أيضا نجيب الصين أيضا إلى روسيا طبعا روسيا سيجبها تفكر جيدا لأنه إذا جابت الصين الصين لن يخرج من روسيا لكن بيلاروسيا قدروا يخر لأن روسيا موجودة لكن إذا دخلوا إلى روسيا فقد يستمتعون بمزيد من الأراضي والصين هي مليار وربعمائة مليون وتحتاج الكثير المهم التحالف الصيني الروسي الآن يكبر ويتدعم بتحالف إيراني وكوري شمالي ومعهم بيلاروسيا إلى حد ما إلى آخر فهذا أصبح مزعجا لكن الأكثر من مضمون الحلف الأطلسي هو الحقيقة كان هذا طبعا بايدن وهو يمدح قال رئيس أوكرانيا شجاع آخرين جريت من وأقدم لكم الرئيس رئيس أوكرانيا البرزيدنت بوتين فأخطأ خطيئة كالثية بالنسبة لها بحيث أعتبر بعدين عدد لقاء زيلانسكي زيلانسكي ولما قال هذا الكلام طبعا زيلانسكي في اللحظة تصدم وكبار المسؤولين وزير الدفاع وزير الخارجية المستشارين الكبار كانوا حاضرين وهو يقول في هذا الكلام بايدن وأمام صحافة العالمية وأمام ضيوف لحاضرين فكانت كانت فاجعة بالنسبة إليها لماذا فاجعة هو دارها بايدن عدة مرات فاجعة لأنها جات بعد اللقاء التدميري بالنسبة له الكارثي المناظرة اللي كانت مع ترامب كانت كارثة وبالتالي قامت عليه القيام في الحزب الديمقراطي وصحافة الغربية وقالوا له أنت مكش قادر باش تكون رئيس لأن تلفت له وأخطأ ولسى كلمات ورح تلو الذاكرة وتلاعب به ترامب إلى آخره وخسر في صبر الأرى بعدها وقالوا الناس هذا لا يصلح أن يكون رئيس وأصلا رح كأن معركة كبيرة في الحزب الديمقراطي ما بين اللي يقول ما عليش نكملوا به اللي يقولوا لا اللي يكملنا به كارثة فارتكب هذا الخطأ وارتكب خطأ آخر أيضا خلنشوف وراء اللي رهنا أي بدل ما يقول كامالا اللي هي نائبة الرئيس نتعوه قال فايس بريزيدن ترامب وهذا أيضا كانت كارثة ترامب طبعا خرج فرحان وقال له كمل قال له هذا أنا أحبك تكون هكذا بمعنى يستهزئ به هو دايما يقول له قل له أنت ما عندكش ذاكرة وانترك خرفان ورغم أن بيناتهم سنتين فقط بالمناسبة ترامب 79 سنة وبيدن 81 سنة قال يقوله ثلاث سنوات المهم سنتين ولا ثلاثة مش بعيدة بيناتهم يعني لكن يبدو أن ترامب مازال بقدراته العقلية بينما بايدن قدراته بايدن خرج وقال لا وانا ودافع يعني كان أجرى أمس نظن كان مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي كان المفروض يكون على حلف الناتو الجزء الأكبر من المؤتمر الصحفي كان على صحة بايدن وهذا في حد ذاتها شيء غير مسبوق في الولايات المتحدة أن يصبح الرئيس الحالي والمرشح أيضا للرئاس أربع سنوات يصبح صحته هي النقاش وليس سياساته داخلية والخارجية بالرغم من أن في اللقاء اللي داره مع مع الإعلام كان أفضل بكثير وتقريبا مع هذا الخطأين اللي قلت دارهم هنا وهذا كان دارهم من قبل قبل اللقاء الصحفي وكان أداءه جيد هما اللي يمولوا الحملات يعني الحملات في أمريكا ما كاش الدولة هذي تقدم لك حملات والله لا دبر رأسك اللي يدعموك والأغنية اللي هما مع أفكارك ومع الحزب يدعموك ومع السياسات يدعموك طبعا هذه فيها وعليح يعني كيكون المال جيد وكذا مليح لكن كيكون المال هذا يراد منه من بعد نعطيك عشر ملايين وتوفر لي مشاريع بمليار إلى آخر هذا خطير ولذلك اللي فيه نقاش كبير على موضوع المال في الانتخابات الأمريكية لأن هذو اللي يمدوا المال هذا مش باش يمدوا هذا مش عمال خيرية هذا يمدوا المال يستثمروا بين قوسين في الرئيس القادم أو في الحزب اللي راح يفوز فالبيك دونرز المنحين الكبار أو بعضهم على الأقل قالوا إذا بايدن رايح للرئاسية راح يترشح نحن نوقفه وخرج منهم واحد مشهور أيضا هو دونرز وفي نفس الوقت ممثل على تقسمه كلوني في هوليوود وآخرين وقالوا إذا بقى بايدن نحن نوقفه 90 مليون دولار راح نوقفها 90 مليون دولار راح نوقفها إذا بقى بايدن وموش هو موارك لتوقفه وإنما بعض أعضاء الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي سواء في الكونغرس بغرفته سواء في النواب أو في المشيوخ بدأوا يتمللوا وبدأوا يقولوا لا لا بايدن لازم مش قادر وخلاص ولازم يسمحنا الآن يروح لداره باش نقدر نجيبه بديل يعني قاش لناش وقت طبعا ما هيش الانتخابات انت العصابة اللي عندنا نجيب تابون في آخر اللحظة تابون علنوا بالأمس راح نتكلم عليها بعد شوية لكن تابون لكل علنوا ربع دقائق قبل يوم الانتخاب ما كان مشكلة لأنه هو أصلا خيروه المافيا العسكرية خيراته لكن هناك لا هناك كان منافس حقيقي وربما المنافس ولا حفوز لهو ترامب إذن راح فيه خصومات كبيرة جدا ما بين اللي يقولوا عليك أن تتنحه وهذا تصعد تصعد في اليومين الأخيرين زاد ما بين اللي يقولوا تنحه وما بين اللي يقولوا لا نقدر نكمل به قناعتي قلت هالكم ربما عدة مرات هل نعود نكرر هالكم سيسقط بايدن سيسقط لأن في النهاية هناك شيء نام أبين مع انتقادنا الرهيب لما تقوم بها حكومة الولايات المتحدة لكن كاين كاين أبجديات كاين نقاش كاين أطراف متعددة تدخل على الخط كاين صبر للآراء كاين أعضاء الحزب الديمقراطي الكبار وصغار كاين أشياء كثيرة لا تدخل على الخط ليس مافيا قليلة كذلك يتقرر من من يكون الرئيس لا كاين اللوبيات كاين اللوبيات المال كاين اللوبيات الإعلام كاين السياسيين ديمقراطيين كاين المانحين كاين صبر الآراء هذا كله يدخل على الخط قناعتي أنا أن بايدن سيسقط والحمد لله أنه سيسقط وهذه من لعنات غزة ستلحقه هو واللي معاه واللي ساندو صهاينا وتلك الدماء الطاهرة لن تذهب هباء فهناك رب في السماء وهو أيضا إله في الأرض في السماء وفي الأرض ينظر إلى ما يجري نحن نؤمن بذلك وهاهم الامبراطورية الأمريكية تجد نفسها ما بين إنسان شبه خرفان وبعض يقولوا خرفان وما بين آخر فوضوي كذاب نرجسي لا يقل بؤسا على خصم بايدن ها هي الامبراطورية أين تتجه اليوم ولذلك هناك مؤشرات كثيرة أننا في نهاية حقبة عالمية نحن في نهايتها كم ستدوم هذه النهاية لا ندري سنة سنتين خمسة عشر عشر قد تطول لكن هناك ما هو قادم أهوال قادمة لأن هذه التغييرات حتى لو لم تحدث إذا ما حدثتش حرب عالمية ثالثة ففقط بأن تتنحى الولايات المتحدة وتروح واللي الصين هي الأولى هذا يحدث هزات عالمية وما تبقى فيها غير البلدان الحقيقية اللي عندها إرادة شعبية وعندها عمق وعندها قناعات وعندها إيديولوجيا وعندها مش هذا الركايل اللي حاكم البلاد على سبيل المثال ترجمة نانسي قنقر